بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم نتناول في هذا الفيديو منهج الرياضيات منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وذلك من كتابي الأضواء نبدأ مباشرة مع عرض لمحتويات وموضوعات هذا المنهج ولكن لا تنسوا في البداية أن تشتركوا في القناة وكذلك لا تنسى مشاركة الفيديو وتفعيل الجرس افعل ذلك الآن ثم تابع معي الشرح طبعا في الفصل الدراسي الثاني يتناول محورين محور الثالث والمحور الرابع زي الفصل الدراسي الأول تناول محور الأول والثاني المحور الثالث هو بعنوان الكسور الاعتيادي والكسور العشرية وعلاقات التناسب هيبدأ مباشرة مع الوحدة التسعة طبعا المحور الثالث يتناول ثلاث وحدات الوحدة التسعة والعاشرة والحادية 10 أو الحادية 10 ثم بعد ذلك نبدأ مع الوحدة التسعة مباشرة بعنوان الكسور الاعتيادي فيها كم مفهوم فيها ثلاثة مفهيم المفهوم الأول بعنوان تكوين الكسور وتحليلها بيتناول كسور الوحدة ثم بعد ذلك كسور الوحدة ثم تحليل الكسور ومزيد من تحليل الكسور دول درسين 2 و3 بعد كاد الدرس الرابع الكسور والأعداد الكسرية وهنا يتناول الرقم 5 بهذا الشكل قلنا رقم 4 الكسور والأعداد الكسرية وهنا جمع وطرح الكسور الاعتيادية بعد ذلك جمع وطرح الأعداد الكسري ثم ختام طبعا المفهوم الأول بينتهي باختبار الأضواء ينتقل المفهوم الثاني بعنوان مقارنة الكسور الاعتيادية يبدأ بالدرس الثامن طبعا ترتيب على الدروس اللي فاتت مقارنة الكسور متحدة المقام والأي والبسط الاثنين زي بعض واحد يعني بعد ذلك نفس الكسر بأشكال مختلفة الدرسان 10 و 11 الكسور المرجعية وتطبيقات على الكسور المرجعية ثم الختام اختبار الأضواء على هذا المفهوم الثاني ثم ننتقل المفهوم الثالث بعنوان عملية الضرب والكسور الدرس 12 كسور متكافئة باستخدام العنصر المحايد الدرسان 13 و 14 كسور متكافئة باستخدام الضرب والقسمة وإيجاد المجهول في كسور متكافئة بعد ذلك درس الخامس عشر الضرب في عدد صحيح ثم الختام اختبار الأضواء على المفهوم الثالث وبعد ذلك اختبار الأضواء على الوحدة التاسعة كاملة ننتقل إلى الوحدة العاشرة تتناول الكسور العشرية يبدأ بالمفهوم الأول فهم الكسور العشرية الدرسان 1 و 2 استكشاف الكسور العشرية ثم الأجزاء من 100 ثم رقم 3 القيمة المكانية تناولناها من قبل ثم بعد ذلك صياغ مختلفة للكسور العشرية صياغ مختلفة ثم ختام المفهوم الأول اختبار الأضواء ثم المفهوم الثاني الكسور العشرية والكسور الاعتيادية يبدأ مع الدرس الخامس نفس القيمة بصور مختلفة الدرس السادس أجزاء الواحد الصحية الدرس السابع الصور المتكافئة للكسور ثم اختبار الأضواء على هذا المفهوم بعد ذلك المفهوم الثالث عمليات على الكسور العشرية بيتناول مقارنة الكسور العشرية ومقارنة كسور اعتيادية وكسور عشرية بعد ذلك جمع كسرين مقامهما 10 أو 100 باستخدام النماذج وبالتحويل إلى كسور متكافئة ثم اختبار الأضواء على المفهوم الثالث ثم اختبار الأضواء على الواحدة العاشرة كاملة بعد ذلك الواحدة الحادية 10 بيانات تحتوي على كسور بيتناول المفهوم الأول إنشاء رسم بياني وتحليله بيتناول فيه الدروس تمثيلات مختلفة للبيانات ثم التمثيل البياني بالنقاط وبعد ذلك تحليل التمثيل البياني وختام هذا المفهوم اختبار الأضواء على المفهوم الأول ثم اختبار الأضواء على الواحدة الحادية 10 ثم ينتقل بعد ذلك المحور الرابع بعنوان تطبيقات الهندسة والقياس وده طبعا الجزء الثاني من الكتاب وهو المحور الرابع بيشتمل على الواحدة الثانية 10 الهندسة بيتناول المفهوم الأول مفاهيم هندسية بيحتوي على هذه الدروس النقاط والخطوط المستقيمة والأشعة وكذلك القطع المستقيمة ثم العلاقة بين المستقيمين ثم درس التماثل ثم الهندسة في حياتنا وختام المفهوم اختبار ثم ينتقل المفهوم الثاني تصنيف الأشكال الهندسية بهذه البداية ثم بعد ذلك التصنيف تصنيف الزوايا ثم رسم الزوايا ثم تصنيف ورسم المثلثات ثم بعد ذلك تصنيف الأشكال الرباعية ثم اختبار الأضواء على هذا المفهوم الثاني ثم ختام الوحدة اختبار الأضواء على الوحدة الثانية 10 ثم ينتقل الوحدة الثالثة 10 زوايا الدائرة المفهوم الأول تقسيم الدائرة إلى زوايا يبدأ بالدائرة وقياسات الزوايا ثم قياسات الزوايا باستخدام نموذج الدائرة ثم بعد ذلك اختبار الأضواء على هذا المفهوم ثم المفهوم الثاني قياس الزوايا ورسمها يتناول استخدام المنقلة وكذلك قياس الزوايا ثم درسان خمسة وستة رسم الزوايا ورسم الزوايا باستخدام المنقلة ثم درس السابع تصنيف المثلثات باستخدام الأدوات الهندسية ثم اختبار الأضواء على المفهوم الثاني وختاما اختبار الأضواء على الوحدة الثالثة عشر وفي نهاية الكتاب نجد هذا الملحق للاختبار النهائي ثم ملحق الإجابات طبعا في الصفحة التالية يبدأ مع المحور الثالث الكسور الاعتيادية كما كنا والكسور العشرية وعلاقات التناسب وهنا نجد محتويات هذه الوحدات في الصفحة المقابلة نجد الكسور الاعتيادية اللي هي الوحدة التاسعة وهنا يتناول المفهوم الأول ونجد أيضا فيها الأهداف أهداف لكل درس في الصفحة التالية يبدأ مباشرة مع شرح الدرس الأول الكسور الوحدة ثم تدريبات على هذا الدرس وهكذا إلى نهاية الكتاب وفي نهاية الكتاب نجد هذا الملحق للاختبارات النهائية فنجد هنا حوالي 15 اختبارا من المحافظات والإدارات التعليمية على الفصل الدراسي الثاني امتحانات السابقة ولكن طبعا هي معدلة تبقى لآخر التعديلات للمنهج الجديد تبقى للمنهج الجديد تجد جدد محتاط وفضلات تبقى للمنهج الجديد إزلايا